السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنشوف حاجة جديدة في امر وهي ازاي ابدأ من مكان مختلف عن الاسكتش ده الرسم. طيب حاجة بسيطة زي اللي انت شايفينها دي عبارة عن دايرة موجودة على الطوب بلان. هعمل اختار الدايرة بتاعتي. تلاقي بيبدأ دايما من الاسكتش بلان اللي ارسم عليه. طيب لو انا دلوقتي عايز اعمل مسلا ابتدي من ارتفاع مختلف عن الاسكتش ده. كل عليك هتقول له اسكتش بلان اقول له ايه? اوفست. اوفست اللي عندي ده. اقول له مسلا عشرين. تلاقي اخد اوفست من البداية بتاعته اللي هو المفروض كان يبدأ منها. واخد عشرين وبعد كده ابتدى ياخد بتاعي. تمام? وهكزا. طيب. لو انا جيت بقى عندي اوبشنز تانية اللي هو لو عايز تستخدم من سيرفس مختلف. السيرفس ده ممكن يكون البلان بتاعي او بلان موجود تاني وهكزا. فممكن استخدم الحاجة ده زي ما شفنا بالزبط في الموجودة في اوبشنز الموجودة في اوبت سيرفس والكلام ده كل. طيب. لو عايز اتكلم عليه دلوقتي اللي انا عايز استخدم حاجة اسمها درافت. درافت ده بيديك سماحية انك تعمل الاكسروت ده على زاوية من كل الجواجب. ازاي? تعال ندوس على درافت. درافت ده موجود تحت اللي انت بتعمله. تستخدمه دايما في حاجات البلاستيك او عايز ارسم شكل معين. لو قلت له درافت ده بيكون على واحد ميلي. تعال نجيبه كده من من اتجاه اقدر. اشوف فيه درافت. لو شيلت الدرافت عندك خلاص زيرو. مسلا. تلاقي الشكل بتاعك كده نورمال. لو قلت له عشر درجات عشان نشوفه. تلاقي اخد الدرافت ده عشر درجات. ممكن اخلي عشر درجات دولار لبرة. هو درافت اوت وورد. هيعمل بتاع الدرافت بتاعي. ممكن ازود زي ما انا عايز. اغير حاجة دي. تفايل ديني شكل. شكل ده كنت ممكن اعمله بامر تاني. بس هياخد مني وقت زي ما انت شايف كده.